إلى كل أب يعلم أبنائه إلى كل أم تعلم صغارها إلى كل شاب يطلب العلم إلى كل شابة تحب الفقه في دينها إلى كل من أراد الله به خيرا فشرح صدره لتفقه في هذا الدين أحييكم بتحييه الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا لا حديثنا مستمر عن كتاب الزكاة في هذه الحلقة نتناول زكاة الإبل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنضحه بقرونها وتطأه بأظلافها يعني بحوافرها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس أي وهكذا هذه الأغنام التي لم يخرج عنها الزكاة تنضحه بقرونها وتطأه بأحفارها وهكذا زهابا إيابا زهابا إيابا إلى أن يقضى بين العباد سبحان الله طبعا مدة القضاء بين العباد أطول من حياته هو في الدنيا ولكن هكذا من ينتهك حرمات الله عز وجل ومن لا يعظم شعائر الله عز وجل يعني خسر الدنيا والآخرة ولكن هل كل صاحب غنم أو إبل يخرج عنها الزكاة هكذا مباشرة لا لكن هناك شروط لإخراج الزكاة شروط إذا توفرت تجب الزكاة في الإبل وفي بهمة الأنعام عامة تنين يعني هذه الشروط كما نأخذها في الإبل حاليا هنأخذها في البقر والأغنام في الحلقات التالية إن شاء الله ما هي هذه الشروط؟ أولا أن يمر على الأنعام حول كامل عند مالكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يعني حتى تحول عليه سنة هجرية كاملة أما الشرط الثاني فهو أن تكون سائمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ما معنى السائمة؟ هي التي طرع في المراعي وتأكل من الأرض لا يقوم الإنسان ببزل أموال في سبيل إطعامها الحيونات سواء كانت إبل أو بقر أو أغنام التي يقوم الإنسان بوضعها في البيت ويقوم بدفع مصاريف وأموال لكي يطعمها ويثمنها ويعرفها هذه لا تدخل في زكاة الحيوان إنما تدخل في زكاة عروض التجارة أما نحن هنا فنتكلم عن الحيونات السائمة التي يعني ترعى في المراعي لا يتكلف الإنسان في طعامها وأسقياها إلا أنه يحرصها فقط أما الشرط الثالث وهو أن تكون معدة للاستفادة من ألبانها ونسلها لا أن تكون عاملة والإبل العاملة هي التي تستعمل في الحرص وتستعمل في النقل وتستعمل في الصفر سواء كانت إبل أو بقر فهذه الإبل العاملة لا زكاة فيها حتى لو كان عددها ضخم جدا يعني برضو طرامة هي معدة للعمل ما تشتغل في الزرع تحرص أو تنقل أو من أجل الصفر في مثال ذلك الإبل يعني فهذه لا زكاة فيها إنما الزكاة التي تستعمل لاستفادة من ألبانها ومن أصوافها ومن لحومها وأما الشرط الرابع أن تبلغ النصاب وهذا هو أهم النقطة والنقطة التي يسأل عنها كثير ما هو النصاب؟ نتناول نصاب الإبل في هذه الحلقة يوضح لنا سيدنا أبو بكر الصديق فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شات وإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاط وبنت مخاطية ما تم لها سنة فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون بنت لبون ما تم لها سنتان فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة والحقة ما تم لها ثلاث سنين فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمسين وسبعين ففيها جزعة الجزعة ما تم لها أربع سنين ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاه ولا يجزئ في الغنم المخرجة إلا الجزع من الضان وهو ما له ستة أشهر فما فوق والثاني من الماز وهو ما له سنة رواه البخاري أجمع المسلمون على هذا الحديث وأجمعوا على هذا النصاب فقالوا أن عدد الإبل من الخمسة إلى التسعة يعني خمسة ستة سبعة تمانية تسعة فيها شاه طيب من العشرة إلى الأربع تاشر فيها شاتان يعني لو أحد مع تربتاشر جمل غير معد طبعا للعمل لو سفر أو ما إلى ذلك وحال عليه الحول وهو سائم يرعى من غير يعني تكلف فهذا فيه شاتان مثل مع تربتاشر جمل أي شاتان لأنه من عشرة إلى أربع تاشر يطلق شاتين طيب من خمستاشر إلى تسعتاشر هذه الأنصابة المحددة والتي وردت في حديث أنس بن مارك من خمستاشر إلى تسعتاشر فيها ثلاث شيا وأما من عشرين إلى أربع возвافية فيها أربع شيا وأما من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين فيها بنت مخاط بنت مخاط هي ما تم لها سنة وأما من 36 إلى 45 ففيها بنت لابون بنت لابون اللي هي كملت سنتين وأما من 46 إلى 60 ففيها حقة والحقة هي بنت 3 سنين طيب خلينا نفهم حاجة نأكد عليها برضو في الكلام احنا بقول من 46 إلى 60 يعني ما بين 46 إلى 60 ده اسمه الأوقاص الأوقاص يدخل في نفس حكم النصاب المحدود يعني مثلا لو 47 فيها حقة لو 50 فيها حقة لو 59 فيها حقة فمن 46 إلى 60 حقة هي ما كملت 3 سنين طيب من 61 إلى 75 فيها جزعة والجزعة هي ما تم لها 4 سنوات وأما من 76 إلى 90 ففيها بنت لابون وأما من 91 إلى 120 ففيها حقتان وأما من 120 وأكثر يعني اللي معاه ربنا يوسع عليه ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة طبعا اللي مش كادر يحفظ النصاب ده الأنصب دي موجود على نت متوفرة بكثرة أو يسربت الشاشة ويشوف النصاب ويشوف عدد الإبل اللي معاه ويحسب مقدار الزكاة المفروض عليه وقرر بزدني علما بقيت نقطة أخيرة وهي صفة الوجود يعني هو مع إبل كثيرة يريد أن يخرج منها أو عايز يطلع شاه من هذه الشيال التي يريد أن يخرجها للزكاة هل يختار أفضل حاجة؟ لا أو أسوأ حاجة لا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوسط في هذا الأمر وأمر الإنسان أن يخرج يعني الوسط وكلما كان المخرج حاجة جيدة يكون أفضل لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا وهو الكريم جل وعلا ولكن لا يتعمد الإنسان إلى أرز الأنواع ويخرجها كالصدقة لأن الله عز وجل كريم تكرم عليه فيكون الإنسان أيضا طيب في عطيته سبحانك اللهم وبحمدك أشد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك